طيب برج العقرب انا شايفة عندك هنا في الطاقة بتاعتي انا شايفة فيه فيه تعلق او فيه امور عالقة يعني مفيش حاجة حصلت بشكل تام فيه امور عالقة عندك او انت حاسس او انت تكون مستسلم لامر ما في الوقت الحالي حاسس انك ضحية ظروف معينة في الوقت الحالي وضعت مفهوش قوة في الطاقة الحالية بعكس الشريك يعني بعكس الشريك هو ظاهر لانا انت ظاهر العنجدمان وهو ظاهر المجاشا شايفة فيه امور فيما يخص انفصال شايفين هنا فيه كلام عن انفصال انفصال عن شخص فيه بينك واختلاف انت بتحس ان الشخص ده توقع مروح شايفة برج العقرب عاوز فرصة جديدة في العلاقة اللي فيها انفصال تمام برج العقرب فيه انفصال فيه عندك مسئولية فيه محاولة لموازنة الامور شايفة فيه هروب او تعاد الشريك انا شايفة ان العلاقة دي ممكن كانت علاقة فيها حب فيها مشاعر علاقة صنميت حصل فيها نزاع للبعض ممكن تدخل طرف ثالث كان من اسباب الانفصال شايفة هنا كمان مشاكل اسرية ممكن يكون اعتراض من الاسرة للبعض منكم وللبعض ممكن دي تكون مشاكل اسرية بينكم انتم يعني بين هنا ممكن يكون الكلام عن اشخاص آآ موجودين في زواج تمام؟ طيب فيه عندنا برضو خداعة بالنسبة لبرج العقرب برج العقرب انت بتتعامل مع شخص هامد جدا 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 شايفة هنا فيه طاقة دهمود ممكن كمان بتتعامل مع شخص ممكن يكون روحاني ممكن يكون بيستعمل يعني ما يزهر هنا المجاشا اا ممكن تكون بتتعامل مع شخص عنده قوة روحية او فيه حاجة خارجة عن ارادتكو فيما يخص آآ 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 جوانب السلبية او اعمال السحر او الحاجات دي كلها كانت آآ سبب فيه شخص آآ آآ تدخل بطاقة مؤذية في الاسرة دي. آآ سبب ليها آآ آآ اذى. وازهر مساوئ كتير قوي موجودة آآ في العلاقة دي. شايفها كمان هنا في مرأبة آآ بشأن شكوك في وجود طرف ثالث. او ان شريكك ممكن يكون في عنده طرف ثالث. او شريكك برأبك على انك ممكن تكون آآ في عندك آآ طرف آآ طرف من العند موجودة بين الطرفين. في مرأبة كمان بسبب آآ وجود ممكن اطفال في العلاقة. شايفة هنا فيه ابتعاد بسبب آآ آآ عدم قدر على اتخاذ قرار للبعض كمان بسبب وجود او تدخل آآ طرف آآ آآ ثالث. لكن انا شايفة فيه عودة. لكن في عودة فيها شروط ومن ضمن الشروط آآ 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 ابتعاد. ابتعاد عن محيط ما عن وضع ما عن طرف ثالث عن عن مشاكل آآ شايفة كمان من ضمن الشروط آآ في آآ آآ حاجة تخص الحمل المسئولية. او حاجة تخص الاوضاع المادية. انا شايفة هنا معاك يا برج العقرب شايفة برج الجوزات آآ برج الحوت الثور آآ برج الحمل. ممكن كمان برج الده. الابراج اللي موجودة معيه. ممكن كمان برج الميزان. ايه اللي ممكن يحصل? شايفة في مسألة وقت آآ في توها. يعني انتو في مرحلة هتنتقلوا بها من منها لمرحلة تانية بعد وقت. بعد وقت. للبعض هنا كمان في مشاعر ممكن هنا كمان في آآ آآ كراش. للبعض هنا في مشاعر مختفية او مخفية. او محدش يعرف عن الاخر. بسبب عدم تصريح بمشاعر اخفاء المشاعر. آآ آآ مفيش هنا آآ انتو مش موجودين قدام بعض او محدش قادر يحدد او يقير مشاعر اخر بسبب بعض مسافة. الجرج العقرب. مشاعر. ستة. بعضكم كمان ممكن يكون بيتعامل مع برج آآ آآ زي ما قلت او السرطان او الحمل. لكن شايفة في عندكم في شخص بيعاند. في شخص بيعاند عايز هو يقود. عايز يكون متحكم. عايز يكون مسيطر. آآ ممكن الشخص ده كمان آآ آآ متمكن اكتر دلوقتي. فهو حر قراره. قادر ان هو آآ يحدد او شايف ان القوة في ايده هو او هو اللي يقدر يوجه الطاقة او هو اللي يقدر يوجه العلاقة. فهو مستغل الطاقة دي. آآ آآ هل للمفاصلين هل يوجد عوضة. برج العقرب من المفاصلين. هل يوجد عوضة? شايفة في عند. وفي محاولة للخروج من العلاقة. لكن بشكل ممكن يكون مش مؤذي. يعني بشكل ممكن يكون آآ 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 شايفة شخص ممكن يكون فيه فعلا دخول طرف تالي. في احساس بالندم وبخسارة. آآ لكن انا شايفة هنا آآ في حالة لو في زواج. في زواج او في اسرة. في احتمال للعودة مع آآ شفاء للحصل او شفاء للعلاقة زائد وجود آآ اتفاق. اتفاق بوجود اشخاص اخرى يعني شخص اخر. او انه كنتقد ورده حد آآ يكون متخصص في الامور دي بالنسبة للمتزوجين. بالنسبة لو حد فيه كرش فانا شايفة ان البعض هنا فيه آآ مشاعر حب مش معترف بيها او لسه ما صرحتوش بيها البعض. بالدارية. والبعض بيحس ان الطرف الاخر ممكن يكون متلاعب او او هو شخص مش جاد في العلاقة. لكن الشخص ده هو في علاقة زواج. في طرف تالت وفي علاقة زواج. وده سبب ان الشخص ده مش قادر يحدد او مش قادر يكرر في الوقت الحالي او مش قادر ياخد آآ قرار في الوقت الحالي. وعشان كده تباني العلاقة ان هي مش واضحة ملهاش معالم. وان العلاقة ممكن تكون شوية في الفترة دي. هل تستمر كده? مستمر كده. آآ شوية بسبب وجود علاقة زواج. آآ برج العقرب شايفة فيه احساس بندم احساس بخسارة. لكن ممكن حل الموضوع باتفاق ان يحصل اتفاق لان شايفة انت بتواجه او انت بتتعامل مع شخص عنيد او شخص اكتسب قوة معينة. في شخص اكتسب قوة. والشخص ده مش هيتنازل يعني. آآ مفيش هنا كمان نسيان للماضي. او تخطي لمرحلة الماضي. او مشاكل الماضي زي ما بنقول. آآ شخص اكتسب قوة حس ان هو تحرع في الوقت الحالي. التفكير عندك انت. آآ في امور غمضة عندك انت. كمان بالنسبة اللي بيسأل عن كراش. ففي امور غمضة آآ في العلاقة دي. ولو انت ما تعرفش هم الشخص ده متزوج او مش متزوج. فالشخص ده آآ هو في علاقة زواج بالفعل. هو متزوج. والعلاقة دي ممكن تكون فيها امور غمضة. زي انه ممكن يععد عليك آآ ارتباط آآ سري. او آآ شكل ارتباطك او شكل علاقة سرية. بالنسبة لموليد برج العقرب العازبين. ما القادم? آآ انا شايفة ان فيه اخبار هتجي لكم. فيه اخبار للعازبين هتجي لكم بشأن آآ آآ حاجة انت مثلا كنت مستنيها او حاجة انت شايفة فيه كمان هنا دفاع عن النفس. آآ آآ امور انت كنت شاكك فيها هتوضح لك. زي لبعض العازبين من برج العقرب انا شايفة ان كان فيه حاجة في الماضي. يعني كان فيه عندك حاجة في الماضي. ممكن عقرب هنا بيسمع منفصلين او مطلقين او كده. فبيقولك حاول انك انت تستفيد بس من دروس الماضي. آآ تنسيها. تكون بمثابة آآ درع او حماية ليك من الامور اللي جاية. آآ شايفة الماضي بالنسبة لماضي. برج العقرب عازبين. مجهول. نوعا ما. برج العقرب عازبين. ما القادم. آآ شايفة فيه بداية جديدة. شايفة فيه بداية جديدة. وشايفة فيه آآ انتصار. شايفة فيه آآ انك تقف على رجلك من اول وجديد. آآ تستخدم كل امكانياتك. حتى لو البداية لسه بسيطة. لكن شايفة آآ هنا كمان فيه نصيحة. انك انت تكون متحمس لشيء جديد او بداية جديدة. وتحاول تستفيد من دروس الماضي. بعض العازبين ممكن يكون هنا بيسأل على عودة شخص من الماضي. فانا شايفة هنا الموضوع لسه ممكن مازال آآ مجهول او غامض. آآ زائد ان هنا بيأكد لك ان فيه بداية جديدة. وانت عندك القدرة على انك تبدأ البداية دي. آآ ده بالنسبة للعازبين. اللي اقدر اقوله كمان في مواليد برج العقرب بالجراءة العامة او بشكل عام. آآ انا شايفة فيه علاقة فيها شخص آآ بقى متحكم اكتر. يعني انا شايفة فيه قوة في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه اتسلبت منك انت او ما بقتش موجودة عندك انت. آآ تمام? وفيه شخص الاخر آآ انت بتتعامل مع شخص ممكن يكون اصبح شخص مش آآ سهل في الطاقة الحالية زائد ان هو ممكن يكون بيستخدم قوة روحية آآ مي. فانت خلي بالك من حاجة زي كده. انا مش شايفة سلبية. انا شايفة ان هو بيستخدم حاجة لصالحه هو. برجة اللي هقرب. والوضع يتحسن. آآ انت محتاج تعمل شفاق بقى. شفاق من تعلق شفاق من حاجة زي انك انت تسامح. هنا كمان ذكر لك انك تسامح وتتعلم. آآ محتاج انك انت ممكن تكون انت رافض انك انت تسامح. او انت حاسس انك مع حد رافض ان هو يسامحك. فهنا بيقولك فيه شفاق لازم يحصل. فيه تسامح بناء العليق وفيه حرقة لازم آآ تحصل منتك لان انا شايفك انت واقف في مكانك. ممكن تكون آآ انت حاسس ان الطاقة واقفة او انت مفيش في ايدك حاجة تعملها. لكن هنا بينصحك انك انك فيه في ايدك حاجة تعملها بيقولك او خد حركة او بتدي آآ شوف ايه التغير اللي المفروض اللي انت تعمله آآ زائد موضوع الشفاق ده يعتبر حركة او يعتبر آآ طاقة جديدة او يعتبر تصرف وتسامح نفس الشيء. لكن هنا بيبشرك بوجود الطاقة دي او الاشياء دي انك انت تمشي فيها ان فيه آآ وضع آآ يتحسن. المهم انك انت تخرج من طاقة التعلق او طاقة استسلام او آآ او طاقة فيها تضحية زيادة عن اللزوم. ممكن تكون انت بتضحي في الوقت الحالي. فخلي بالك من طاقة زي كده استعيد توازنك مرة اخرى حاول انك انت تتوازن تاخد خطوة للامام تعمل شفاء تنسى او تسامح وتتعلم آآ كل الامور دي مهمة في الطاقة بتاعة شهر الستة. علشان تنتقل لطاقة مختلفة. بعلاقتك العاطفية سواء عازبين او منفصلين او مرتبطين. التجديد بيحصل او بيجي من ان انا اغير من الطاقة بتاعتي اخد خطوات مختلفة او اخد حتى خطوات آآ سواء مختلفة او مش مختلفة. آآ اتجاه الهدف اللي انا عاوزه. علشان يحصل التغيير. مفيش تغيير بيحصل في تجمد او في جمود او في آآ وضع آآ او طاقة استسلام. حتى لو التغيير حصل ممكن يكون مش بالشكل اللي يرضيني لان هو خارج عن قرابتي ولان هو حاجة مش انا المتحكم ومش انا اللي بتصرف او انا اللي بقدر اتصرف آآ فيها. شكركم جدا.